كنا يوم الحد اتكلمنا مع حضراتكم في حكابة المونديال على قصة الأطفال التايلنديين اللي كانوا موجودين في الكهف وتحبسوا من يوم 24-6 لحد من ساعات اليوم يعني النهار دا احنا بنتكلم فيه 10-7 اسبوعين اللي حصل ان الولاد كان عندهم مباراة يوم 24 اطفال اعمار صغيرة من 11 سنة لسن 16 سنة او من 10 ل16 معهم مدربهم عندوا 25 سنة وبالتالي كانوا بيعملوا رحلة استكشافية بعد المباراة في احد الكهوف الموجودة في تايلندي حضراتكم شايفين قدامكم دلوقتي دي عملية انقاذ الاطفال ازاي الموضوع صعب جدا اولا الكهف فيه مشكلة بسبب ان هما لما دخلوا الكهف حصل امطار شديدة جدا دخلوا بطول 7 كيلو حصل ان الامطار على حظهم يحصل سيول رهيبة الامطار تدخل جوه الكهف وتغرق الكهف تماما وبالتالي برضو ربنا يا شاء انهم يكونوا موجودين على صخرة عالية تقدر ان هي تفصلهم عن المية فيقدروا ان هما يتنفسوا على الاقل طبعا قدام حضراتكم دي عملية انقاذ الاطفال الكهف زي ما حضراتكم شايفين صعب جدا طوله اتنين ونص ميل علشان يخرجوا بالطفل من مكان وجودهم الى المكان اللي موجودين فيه برة اللي هو الانقاذ والاسعافات طيب المسافة بتاخد قد ايه تاخد حوالي ساعتين ساعتين رايح وساعتين جاي ليه اولا زي ما حضراتكم شفتوا عملية الانقاذ بتتم عن طريق غواصين بيكونوا شايلين استوانات تنفس على ظهرهم فبالتالي لازم التحرك يكون حاذر جدا 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 في التعامل مع الاستوان فبيكون الموضوع على مهلهم جدا 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 اللي حصل حضراتكم ان تم انقاذ الاطفال اتنين في اتنين في اربعة في المجموعة كلها فالمدير الفني اخر واحد خرج هو كان المدير الفنيو ده بسبب انه طبعا اكبر واحد موجود سنا وبالتالي هو اكتر واحد ممكن يستحمل وجوده في هذا المكان اللي حصل حضراتكم انه هم لقوا صعوبة انه هم ينقذوا الاطفال بالاعتماد على نفسهم في الاستعانة باستوانات تنفس فاللي حصل انه هم فكروا فكرة يجيبوا صندوق الصندوق ده متوصل بامبوبتين اكسجين من فوق ومن تحت علشان يدخل هوى للطفل اللي موجود جوه فيتم حمله بشكل محترف وفي نفس الوقت يعرف انه هو يستحمل لمدة ساعتين خارج فيهم ما يحصلوش اي دي في التنفس او يحصلو تشنجات او يفانك من المنظر اللي هيشوفه فيه الخروج فبالتالي نجحوا النهاردة الحمدلله ان كل الاطفال اللي كانوا محبوسين جوه الكهف بصوا عليكم المنظر المنظر بشع المنظر بعد ما المطرة يعني سؤال اي حد بيسأل او ما ايه اللي دخلهم جوه وش معنى ينقوا كهف زي ده يخشوا يستكشفوا فيه وطبعا في بلاد اسيا زي تايلاند واندونيسيا وماليزيا المناظر الطبيعية رائعة من جوه الكهوف بيكون فيها شلالات وبيكون فيها حاجات كتيرة جدا قدام حضرتكم دي صورة اللي احنا قدام حضرتكم كان فيه شخص ده توفى ده كان اول واحد يوصل او يوصل انبوبة اكسوجين للولاد وهو راجع طبعا الانبوبة اللي معاه خلصت وبالتالي توفيها في الحال وده كان احد الجنود الغواصة التايلانديين اللي طبعا اكيد يعني بطل من ابطال انقاذ الاطفال وزي ما حضرتكم شايفين ده الاطفال المنظر او الصخرة او التالة اللي كانوا وعدين عليها اللي هي انقذتهم من الغرق لكن ربنا يا شاء طبعا انه في وقت زي ده يحصل امطار يحصل سيول دخلوا الكهف ما كانش فيه امطار دخلوا على رجلهم وكانت دخول سهل جدا يعني ما فيش فيه اي مشكلة لكن لما يكون فيه مية في حتة ديقة قوي زي اللي حراكم شفتها وكمان بقى الخبر اللي احنا ربطينه بالمونديال ان الفيفا كانت مقررة او قررت بالفعل انفنتينو الرئيس الاتحاد الدولي انه قال انا بعزم الاولاد دول على نهائي المونديال لو خرجوا قبل المباراة النهائية لكن النهاردة بعد انقاذ الاطفال بالكامل الاطباء قرروا عدم سفر الاولاد دي المباراة النهائية وده بسبب الاحداث اللي حصلت وانهم محتاجين رعاية طبية وان صحتهم مش هتقدر تستوعب السفر الطويل والراحة لازم ياخدوا راحة بشكل معين وبالتالي الحمد لله ان تم انقاذهم على خير واكيد طبعا نقطة ايجابية مهمة جدا جدا ودرس بيعلمنا ان قرية القدم ليست مجرد لعبة بل هي يعني روح رياضية وتعاطف وتشجيح حاجة كتيرة جدا جدا خاصة بخارج المستطيل الاخطر